حل المشكلات Problem Solving ماذا سنفعل؟ لقد توقف الجهاز عن الاستجابة للأوامر لماذا تجلسان هكذا؟ تعرضنا لمشكلة كبيرة فالجهاز معطل عندما يتعرض الإنسان لمشكلة ما فعليه أن يسعى لإيجاد حل بطريقة علمية ولا يستسلم أبدا وذلك من خلال اتباع خطوات التفكير العلمي أنا أعرفها خطوات التفكير العلمي هي تحديد المشكلة فرض الفروض اختبار الفروض اختيار البديل الأمثل تحليل النتائج وطرح الحلول جيد والآن علينا أن نجيب عن بعض الأسئلة لتحديد المشكلة بدقة ومنها هل المشكلة في برامج التشغيل؟ أم أن المشكلة في توقف جزء مادي عن العمل؟ أعتقد أن المشكلة في برامج التشغيل إذن علينا تحديد طريقة حل المشكلة من خلال البحث الوصفي والبحث التجريبي وما البحث الوصفي؟ هو البحث الذي يجيب عن الأسئلة العلمية من خلال الملاحظة وهل البحث الوصفي خطوات محددة؟ بالطبع أولاً تدوين الملاحظات الخاصة بالمشكلة كقيام الجهاز بعمل إعادة تشغيل تلقائياً أو اختفاء بعض البرامج وكعدم استجابة الجهاز لبعض الأوامر بالضبط يا خالد فالخطوة الثانية هي وضع الفروض والنظريات لسبب المشكلة أخي لقد قرأت عن الفرضية في الكتاب المدرسي وهي تعرف بأنها توقع قابل للاختبار وقد تتكون من المعرفة والملاحظات السابقة والمعلومات الجديدة إذن نفترض أن فيروساً ما انتقل إلى الجهاز والخطوة الثالثة هي تحديد الأدوات والنماذج والقياسات التي سيتم استخدامها كإحطار جهاز غير مصاب بالفيروس وبه برامج مضادة للفيروسات وماذا سنفعل إن لم ينجح هذا الأمر؟ سننتقل للخطوة الرابعة وهي تحديد بدائل للحلول بصورة نظرية كتغيير نظام التشغيل مثلاً بالضبط يا خالد وهنا يأتي دور البحث التجريبي للفروض التي تم وضعها وما البحث التجريبي يا أخي؟ هو طريقة تستخدم للإجابة عن الأسئلة العلمية باختبار الفرضية من خلال استخدام خطوات متسلسلة ومنظمة بصورة صحيحة ويعتمد على متغيرين المتغير المستقل والمتغير التابع آه أنا أعرفها جيداً فالمتغير المستقل هو العامل الذي يمكن أن يتغير أثناء التجربة كاستخدام حاسب آلي غير المصاب أو تبديل نظام التشغيل أما المتغير التابع فهو الذي يتم قياسه في أثناء التجربة كتأثير الفيروس سلباً أو إيجاباً ولكن هذا يفرض علينا أن نثبت بقية العوامل المسمات بالثوابت كإيقاف الاتصال بالشبكة المحلية ولا تنسى يا سالم أن التطبيق ينبغي أن يكون على عينة ضابطة عينة ضابطة؟ ماذا تقصد بالعينة الضابطة؟ العينة الضابطة هي عينة تعامل مثل باقي المجموعات التجربية ولا تتعرض لأثر المتغير المستقل لمقارنة نتائجها بنتائج العينات التي تعرضت لأثر المتغير المستقل حسناً لنطبق هذه الخطوات الحمد لله لقد زال الفيروس بعد إعادة تنصيب نظام التشغيل وفي حالة وجود أكثر من جهاز مصاب يمكننا اختبار البديل على الأجهزة كلها وتعميم النتائج وبهذا توصلنا لاستخلاص النتائج أو الحلول أليس كذلك يا عبدالله؟ بلى، والآن فليلخص أحدكما ما تعلمناه اليوم يمكننا تلخيص ما تعلمناه فيما يلي خطوات التفكير العلمي هي طرق حل المشكلات هي البحث الوصفي والبحث التجريبي ترجمة نانسي قنقر